أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أَلِفْ لَا أَمْرَى تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينَ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وَإِن كُنتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ إِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَبِيْهِ يَا أَبَتِ إِنِّي رَأَيْتُ أَخَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا إِنِّي رَأَيْتُ أَخَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ قَالَ يَا بُنَيَّ لَا تَقْصُصْ رُؤِيَاكَ عَلَى إِخْوَتِكَ فَيَكِذُوا لَكَ كَيْدًا إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوٌ مُّبِينٌ وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته ويتم نعمته عليك وعلى آل عقوب كَمَا أَتَمَّنَا عَلَى أَبَوَيْكَ مِنْ قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِلسَّائِلِينَ إِذْ قَالُوا لَيُوسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَى أَبِئِهِ إِلَى مِنَّا وَنَحْنُ غُصْبَةٌ وَنَحْنُ غُصْبَةٌ إِنَّ أَبَانَا لَفِيهِ ضَلَالٍ مُّبِينٍ